السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى الله وسلم. ازايك يا جماعة يا رب تكونوا بخيروا في افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد. النهاردة جماعة تكملة آآ سلسلة حلقات البيض. الناس اللي عايزة اعلى انتاج بيد. ان شاء الله النهاردة بنكمل الحلقة بتاعتنا. والنهاردة برضو جاي بالكم الحل النهائي آآ اللي هيقتل اي لدان او اي الفرخ او اي حاجة بتسبب ان هي تسبب مسلا آآ في قلة البيض او ان اطاع البيض عند الفرخ او اي حاجة ده طبعا ان شاء الله هنعمل مكون كويس جدا او بمعنى اصح هي حاجة بسيطة جدا الحاجة دي يا جماعة هتخلي الفراخ ما شاء الله تكر عندك بيد وهتزود عندك انتاج البيض. الناس اللي عندها البيض قاطع آآ عندها اي مشاكل في انتاج البيض. طبعا احنا داخل عنا شدة كل سنة وانتوا طيبين. ده شاء اساس يا جماعة ان البيض بيقلي فيه. فانا النهاردة جايبا لكم الحل النهائي والسريع لزيادة انتاج البيض. وهقول لكم برضو تعملوا ايه? علشان البط يكتر في الشتاء. طبعا? طيب اي حد يا جماعة ياريت كده بيشوف الفيديو بتاعنا يحطوا لايك. عايز اي حد شافي الفيديو واستفاد منه. يحط لايكات كتير للفيديو وياريت كمان تشيروه علشان ان شاء الله ناس كتير هتستفاد من الفيديو بتاعنا ده النهاردة. الفيديو بتاعنا يا جماعة مليان ما شاء الله معلومات كويسة جدا اي ست بيت او اي حد بيربي فريخ عشان البط يستفاد منه. تمام? يلا كده يا جماعة بقى نحطوا لايكات كتير علشان بصراحة عن الفترة الاخرنية دي اتبلاقي اللايكات ضعيفة جدا جدا. فياريت اي حد قبل ما يخش يشوف الفيديو بتاعنا يحطوا لايكات ويلا بنا نشوفوا الفيديو بتاعنا النهاردة هيقول ايه? مبدئ اياه كده زي ما شايفين يا جماعة ده طبعا الفراخ الشمورة بتاعتنا اا ما mashallah لو انتوا بقى جيت بص هنا تبصوا ليه مشاء الله بدأت ان هي تتدور كده علشان انت ايه تجاهز للعنقود طبعا يا جماعة ان شاء الله هي قدمها شهر كده وتبدأ ان هي بسم الله مشاء الله يعني ايه? اا يعني تبدأ بقى ان هي تجاهز للعنقود او تبدأ تبدأ على ثلاث شهر ونص بمعناء اصح الناس اللي بتقوليهم مش هيا ما هي الفراخ بتبدأ على امتى?ел طبعا يا حاجة. بيبين معاكي على تلات شهور ونصف. وده لو اغد حقه فعلا في الغزء وفي التربية. تمام? طيب. آآ مبدئيا كده بقى زي ما انتشايفين معاه في الفيديو. ما شاء الله الفرع بتاعتنا. احنا النهاردة يا جماعة آآ جايبين مكون كويس جدا. المكون ده ده هيقضى على اي بص بقى لو فيه اي بويضات فيه اي حاجة فيه ددان. لان طبعا انت عارفين ان ددان بتبقى السبب الرئيسي آآ ان هي بتخلي الفرخ ما ما يتكونش العنقود وما بتخليش الفرخ كمان يبود معاك. واحنا النهاردة يا جماعة جايبين حل كويس جدا وجايب لكم يمكن اول مرة هتشوفها معايا. ده اقوى فعال لقتل الددان. وعلى فكرة كمان ممكن المكون اللي احنا ان شاء الله هنجيبه ده ده ينفع للبطة عندك. ينفع للحمام ينفع اي طير عندك ان شاء الله ممكن ان انتو تحطوه له. مش شرط ان انتو بتحطوا منه الفراخ بس لا. آآ ده طبعا آآ احنا يا جماعة لما يعني متعودين ان احنا ما بتجيب مسلا نجور على الددان من عند البطرة ولا حاجة. ممكن بتبقى مسلا يعني ايه بوايضات تاني بتبقى اي طفائلات اي حاجات من ديت فبترجع تكون تاني وترجع ان هي تكبر اه وتبدأ ان هي ايه يعني تعمل دورة من جديد. فاحنا النهاردة ان شاء الله احنا مش عايزين الكلام ده. وخدوا بالكو كمان. ممكن برضو لو القضرة الفرخة عنده الددان ولا حاجة ممكن بينزل كل الحاجات ديت. آآ الفرخة مسلا برجع ينقروا تاني. لأ انا عايزاوك يا جماعة. آآ لو انتو مسلا اداتوا للحاجة مسلا او اي جور على الددان او اي حاجة من اللي احنا هنعملها ديت. آآ بتدهروا مسلا الصبح كده على الريق. بنجي اخر النهار بنقوم ايه? آآ منظفين المكان خالص عشان الفرخة ما يرجعش ينقر في تاني. ورش برضو جير. اهم حاجة رش الجير. علشان لو في اي حاجة آآ بوايضات في اي حاجة ده بتقدع الجير بيقدع على الكلام ده كلاته. تمام? فاحنا يعني على طول دائما باستمرار في الفترة دي بالزايد. في فترة ان الفرخة وهو لسه كده. نجهزه العنقود. نحنا نهتم بالحاجات دي كويس جدا. ما نفرحش وخلاص ونقول خلاص احنا ادينا الجرعة. لا نحاول ان احنا علشان الفرخة يدينا اعلى انتوك بيد. يعني حتى لو انت الفرخة عندك بتبيد. حاول برضو تدهر مكوكات. الفرخة عندنا بتبيد واي نعم ما شاء الله الخير كتير. بس لازم برضو. علشان ما نجيش في فترة نبص نلاقي. آآ البدء قطع مرة واحدة. لا نحاول ان احنا دائما باستمرار نتكرر الموضوع دوت. وعندنا برضو خد بالكم الشيح برضو الوصفات البلدية دي يا جماعة ده بتبقى كويسة جدا. آآ الشيح لو انت مسلا آآ عملت مسلا يعني داتي لهم كل اسبوعين عملت لهم جرعة كده هتبقى ممتازة جدا. لو عندك الفرخ مفيش فادي دان ومشي كويس اعمل لها مرة كوقاء. في دي دان اعملها تلات مرات كده وربعض. هتبص تلاقي الفراخ ما شاء الله. بدأ ان هي وشها يحمر معاكي. واخد باركو كويس جدا. الفرخة جماعة اللي تبص تلاقيها وشها احمر. والعرف بتاعها احمر. ده بتبقى فرخة يعني صحتها كويسة. بتبقى جاهزة للبيض. ممكن ديت ما شاء الله تبيض معاكي فترة طويلة. آآ لقاتي الفرخة عندي وشه اصفر كده وشه بهتان. اعرف ان الفرخ دي عندها دي دان. ممكن عن كل عندها السهلات كل المشاكل دي. تمام? فان شاء الله يا جماعة هنعمل مع بعض. انا جاي بلكو النهار ده. الحباية يمكن الحباية دي سحرية. اول مرة تشوفها معي. وخلي بالكو كمان ان هي يعني المادة بتاعها ببقى واسعة. يعني ايه المادة بتاعها بقى واسعة? يعني هي ممكن تشتغل معاكي فترة اطول. علشان مسلا زي ما قلنا في بداية الفيديو لو فيه اي بوائضات يعني بيض بسلا بتاع دي دان ولا حاجة في اي تفايلات بقى ولا في اي حاجة في معدة الفرق. ده بتقدع بيض علىها تماما. تعالوا كده يلا كده نشوف الشريط اللي احنا هتجبه يا جماعة. اهو اسمه ايه? فرمزول. ده طبعا آآ بشري. ده بيجي من عند ايه صيدلية بشري. ده طبعا خاص يا جماعة للددان. ده طبعا يعني بسم الله ما شاء الله من اول مرة هتحطها للفرق هتقدع لجماعي ددان نهاء. هما هو ده يا جماعة حبيتين بس بوقوا في الشريط. زي ما انت شايفين بالشكل ده كده معي. اهو هي العلبة متكونة من ثلاث شرائط. وكل شريط بيبقى فيها حبيتين. يعني انا مسلا ممكن ايقود آآ لو انا عندي مسلا سقاية ولا حاجة. ممكن ايقود حبيتين ولا حاجة احطهم على السقاية. ده هتبقى كويسة جدا. آآ انا طبعا دلوقتي انا هعمل اربع حبيت. على قد الاخلاق هم خمسة. هعمل لهم خمس حبيت. على قد السقاية اللي عندي. ده طبعا لو الفرق عندي عندها ددان هعملها لهم كده يا جماعة على الرئ تنظف كل المشاكل المعوية. يعني لو اخدوا باركم كمان ان ددان ده دايما بتسبب الاسالات عند الفرق. ده معلومة لازم كلاتنا نكون عارفين. ددان يا جماعة اكتر حاجة بتسبب الاسالة عند الفرق. ده ندقته بالشكل ده وانتوا شايفينه علشان يبقى بودرة كده. دلوقتي هنقوم حبتونه في السقاية بتاعت الفرق. هنحط على كده حوالي تلاتة ريتل ومية او تلاتة ونص ريتل ومية هتبقى كويسة جدا. واسيب الفرق بقى. بس اهم حاجة هحطه له قمتع والفرق عطشان. علشان تعمل معي نتيجة. هحطه له كده على الرئ تنزل كل الحاجات اللي في قلب الفرق. يعني ممكن الناس بتقول لي ومشاهمة عندي الفراخ واخده قافل اكله وبولاه ليل ونهار. برضو ابو السلاء الفرخ ناشف والعرف بتاعه بهتان. ايه يعني ايه? اعرف ان الفرخ دوت عنده ددان. فطالما انت الفرخ عندك لعنده اسهلات ولا عنده اي حاجة وتحس ان العرف بتاعه اسمر والوش بتاعه اسفر. اعرفوا ان الفرخ دوت عنده ددان. فدلوقتي هنقوم جايبين ايه? جرعة زي اللي انت شفتها معي ديت. طبعا الاسم يا جماعة ممكن انتو تاخدوه سكرينشوت كده ممكن تجيبوه. تمام كده يا جماعة? يعني الجرعة انا هعملها مسلا مرة واحدة. مرة واحدة بس ركزوا معي علشان تبقوا انتو برضو فهمين معي وتعملها صح. الجرعة انا اغد حباية واحدة بس او حبيتين بالكتير على ركل ومي. وبعد خمستاشر يوم هعملها بس لمدة يوم واحد خدوا بالكم لمدة يوم واحد. وبعد خمستاشر يوم هقرر الجرعة برضو نفسها تاني. علشان لو في اي بيضات في اي طفيلات. لسه في معدة الفرخ. ده تقضي علانه. يبقى انت عندك فرخ جاهز للبيت. هيكر معاك بيت حتى لو كانت الفرخ برضو عندك بتبيت. هنعمل نفسي.